رجل مصري قضى معظم حياته يجمع السيارات النادرة والقديمة منها ما تجاوز عمره المئة وعشرين عاما لكنها تشعرك وكأنها صنعت بالأمس فالسيد سيمة أخذ على عاتقه الاعتناء بهذه السيارات التي باتت كل واحدة منها تمثل محطة مميزة في سنواته السبعين تابع أغرته السيارات النادرة منذ أن كان شابا فاقتنها وها هو اليوم يدخل عقده السابع ولا يزال يحتفظ بالمئات منها ويسعى لجمع المزيد سيد سيمة رجل مصري من العصر الذهبي بدأ بجمع السيارات منذ خمسة وخمسين عاما تفتنه لعربات القديمة والتي يعود تاريخ صنعها لبداية القرن العشرين فهو يقدر قيمة المواد التي صنعت منها هذه السيارة والطريقة التي تعمل بها تبص العربية كلها خشب مكسية بالصاق يعني بص هنا الأوائم الأوائم هنا كلها خشب مكسية كلها بالصاق كلها الطابلون ده خشب وبالك الطفالة بتاعتها عربية نادرة الدرسون برضو خشب يعني حاجة برضو ما حصلتش دي خشب يعني الدرسون نفسه خشب دي حاجة نادرة طبعا نجل سيد سيمة أيمن فخور بمجموعة والده النادرة التي يحتفظ بها في صالة عرض بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر حيث يستأجر المخرجون التحف من أجل العروض والأفلام بصحة كانت ولدت لقيت نفسي عايش جوه العربية القديمة يعني لقيت والدي شغال في الحاجات دي فبدأت اللي أنا أحب أشكال العربية القديمة بدأت أوعجب بشكلها وبحلوتها وجمالها والتاني حاجة برضو حبيبتني فيها اللي أنا لقيت العربية دي بشوفها قدامي في الشاشة يعني وأنا صغير كنت بلاقي الفيلم الممثل اللي فولاني ناكب العربية بتاعتنا من بين السيارات التي يغطنيها سيد سيمة سيارة من طراز شيفرولي أمبالا سوداء تعود لعام 1975 وهي سيارة رئاسية كان يستقلها الرئيس المصري السابق أنور السادات انكرم حنوي العربية